تلقى سعادة الدكتور عبداللطيف بالراشد الزياني وزير الخارجية اليوم اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وقد اطلع معالي الدكتور أيمن الصفدي سعادة وزير الخارجية على نتائج اللقاء التشاورية الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان اليوم بين وزراء الخارجية في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق والجمهورية العربية السورية استكمالا للاجتماع الذي عقد في جدة يوم الرابع عشر من أبريل الماضي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية من أجل إطلاق محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254 ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية في سوريا وصولا إلى حلول تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق للأمن والسلام والاستقرار والاستهار